اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يا سيد محمد ازاي حضرتك واسرة البرنامج والقناة وكل مصر وكل حواري مصر وكل شوارع مصر وكل ريف مصر وكل مدن مصر يا سيد محمد يا رب دايما بكلك يا رب اهلا بك يا دكتور دكتور كنا بنستعرض جزء من مقال الاستاذ زياد باية الدين عن الاستثمار الاجنبي والتحكيم الدولي انت بس ممكن تدينا فكرة عن اللي هو بتكلم بمصطلحات وحاجات ربما يعني بعضنا ما يفهمهاش او زياد حالات كده وبساطة جدا جدا يا سيد محمد اي دولة عندها قواعد لاي واحد عايز يخش يستثمر فيها مثلا لما تحب تحول ارباحك ازاي تقدر تبيع المنتج بتاعك كل دولة يا سيد محمد بيبقالها قيود بحطها علشان اضمن ان المنتج اللي داخل لبلدي اضمن ان يكون بيقدم للمواطن المصري على احسن وجه يعني مثلا لو انت في امريكا مثلا وجينا مثلا شركة المانية هتنتج سيارات جوة امريكا لازم الشركة دي يكون مضمون ان العربية اللي يبعوها تمشي حسب المواصفات الامريكية ومش كده بس لازم يكون فيه قطع غير موجودة عشان مواطن لما يطلبها يلاقيها موجودة ولازم يكون لك وكيل معتمد وشروط فنية كترة جدا الدول بتضاحة عندنا احنا في مصر لان احنا ما عندناش خبرة في الاستثمار الاجنابي احنا كل اللي جوه مصري اوستاذ محمد اصمار اجنبي لم يتجاوز تمانية مليار دولار فالتمانية مليار دولار كمان كلهم داخلين في قطاع البترول تقريبا ما عندناش استثمار في قطاع خاص اللهم إلا قليل بعض في قطاع السيارات الى حد ما في قطاع السيارات على سبيل المثال ده نوعا فاحنا لما بنجي الخش في خصومة مع المحكم الدول وده اللي حصل مع الشركة الاسبانية اللي هي شركة انتاج الغاز الطبيعي في مصر كانت شركة دي هي الشركة اللي بتورد الغاز الطبيعي في اسبانيا اشترت الغاز من مصر وعملت مصانع السادة في الضميات ورغم كده للأسف الشديد الشركات في مصر او الحكومة في مصر او قطاع البترول في مصر او الهيئة القومية للبترول في مصر ما وردتش لهم الغاز الطبيعي رفعوا قضية وكذبوا القضية وخدوا تعويد اتنين مليار دولار لان احنا خلفنا عقد خلفنا بنود العقد اللي منصوص عليها مع الشركة الاسبانية نفس الكلام زي ما حضرتك تفضلت في شركة سياجة او غيره فانت عندك نحية الدولية العالم بيمشي باحترام القواعد والعقود لها الزام وده من ضمن النظام النظام الرأس المال نفسه اي معنا حاجتين اساسيتين احترام الملكية الخاصة او الملكية الفردية واحترام العقود يعني انا دلوقتي في اي مكان عايز تعمل اي عقد مع اي انسان ملزم انت عشان تروح شغل انا بيمضوك عقد انك هتقعد معنا حبيت تمشي بيقولك قبل ما تمشي تدينا شهر واحنا نديك شهر مثلا او اسبوع قبل ما تمشي نفس الكلام في مصر لما الشركة جاد عملت معاك عقد البترول انت ملزم بهذا العقد ان شاء الله حتيجي عليك بخسارة كان الخسارة القريبة احسن ليا من الخسارة الضخمة جدا ان احنا نخسر اتنين مليار دولار اللي هما طبعا نشوف اتنين مليار دولار يعني بتتكلم في سبعتاشر جنيه بتتكلم خمسة وتلاتين مليار جنيه يعني قول بقى كم مدرسة وقول كم طريق قول بقى كم مستشفى ان انا اقدر اعملهم بالخمسة وتلاتين مليار جنيه فاذا انت بتخسر ان انت ما عندكش الخبرة الدولية واحنا فعلا ما عندناشي ولذلك الاستاذ بهاء الدين بيقول مشكورا ان احنا فعلا ما عندناش الخبرات الدولية عشان انا جيب استثمار اجنبي يخش عندي وانا ما عندش الخبرة الاولى من انك انت تبدأ وده احنا ان انا ابدأ ببلدة ابدأ دكتور مصطفى لا لا الصوت راح يا دكتور مصطفى نعم الصوت راح ايوة ابدأ به هل الصوت كده واضح اه واضح واضح فضل فانا ابدأ ب يعني مثلا يعني انا لما اجي مثلا اضرب مثال حي جدا عشان بس يكون الامر واضح لما انشأ طلعت باش حرب بشركة غزل غزل المحلة وغزل المحلة كانت هنا وقت شركات الغزل والنسيق في مصر ثم بعد كده بدأنا نتنقل وبدأنا بقى عندنا بدل شركة واحدة بقى عندنا تلاتة وتلاتين شركة عملاقة وكان عندنا شركات بتصدر الغزول الرفيعة لكل اوروبا اوروبا الشرقية او اوروبا الغربية او لامريكا لكثير جدا من الدول كان لنا شهرة عالمية بدأت بشيء واحد بس بانتاج محلي ما كانش مستثمر اجنبي شركة شبين الكوم او شركة الصيوف او شركة المحلة زي ما ذكرنا او شركة حلوان للغزل والنسيق كل الشركات دي كانت شركات مصرية اصيلة ومش مستثمر اجنبي المستثمر اجنبي هتعيزوا في المواد الوسيطة ان انا هجيب مكان هستورد مكان من المانيا من اليابان علشان للغزل والنسيق على سبيل المثال وتبدأ عملية الانتاج الصينيين لهم تجربة عظيمة جدا ولابد انها وانا اعتقد انها ستدرس في الكتب قريبا الصينيين عملوا شيء فوق الاحلام الصينيين عملوا ايه راحوا لشركات زي الشركات الامريكية مثلا شركة زي شركة فورد اللي انتاج السيارات مثلا يعني واللي انا بقوله ده الله قاعدة حقيقة يعني انا مش بقول دي معلومة راحوا لشركة فورد وقالوا تعالوا بيعوا سياراتكم عندنا في الصين واحنا كمان هنتحمل لكم تكلفة السيارة والمصنع وحنجيب لكم العمال وحنديكم نص الارباح انتم لن تدفعوا دولارا واحدا في التكاليف تخيب شركة فورد لما تروح تبيع في الصين في عدد سكان على الاقل 1400 مليون نسمة لو بعد بس في السنة 10 مليون سيارة جوه الصين هتاخد ارباح ولن تدفع دولارا واحدا طيب بس عشان النقطة دية دكتور ما تستغرقتاش في الوقت بيعدي مني اذا فهمنا فكرة ازاي انه ممكن العقود الخارجية دي زي ما قال لستاذ زياد بعيددين تبقى او توصل الاسمارة الجنية ممكن يوصلنا للتحكم الدولي دي يخرب بيتنا اكتر طيب خليني ارجع ليه انا كان فيه خبر قبل ده وكنت عايز حددك فيه اكتر كمان من ده فكرة انه السندات المصرية فقدت جاذبيتها في اسواء المال العالمية يعني ايه جاذبيتها وازاي فقدتها مع ان مصر هي هي والسندات هي هي واسواء المال هي هي ممكن بس تشرحنا دي ده انا اولا ارح يعني انا السؤال ده فوق الرائع حقيقة الله يخليك ده احنا برتك حذرنا منه من فترة شوف يا استاذ محمد لما احنا عوومنا الجنيه في 2016 ايه لما عوومنا الجنيه جي البنك المركزي رفع سعر الفايدة خليها 20% كوي فاي واحد امريكا او اوروبي هيبقى بالنسبة له فرصة من ده ان يحط فلوسه في مصر 20% 20% سعر الفايدة اعلى سعر فايدة في امريكا كان لمدة ان انت لو بتشتري ازون الخزانة لمدة 10 سنوات في امريكا بيديك 3% ايه اقصى تاريخيا اقصى شيء وصلت له كان 6% زي ما صرحت بكده محافظ البنك الفيدرال الامريكي من يوميا تمام لما مصر كان بتدي 20% ده شيء رائع جدا مقارنة بالامريكي مظبوط جاءت الاسمع اللي فات يوم الخميس اللي فات ده هو رئيس البنك المركزي التركي رفع سعر الفايدة في تركيا خليها 25% ومش كده وبس الارجنتين رفعت سعر الفايدة خلاته 65% 65% 65% مصر كان فيها ميزة كويسة جدا ميزة ايه ان انا هحط الالف دولار والدولار ب17 جنيه و60 قرش في نهاية السنة هغير الدولار ب17 جنيه و60 قرش اه اذا اذا الدولار اتغير في مصر المستثمر هيخسر اه اللي بيحصل ايه بقى بالظبط دلوقتي اني قولك طب انا هاخد 20% في مصر طيب ما نروح اخد 25% في مصر ستديني عائد اعلى فيبقى بالظبط جاذبية السندات المصرية اصبح هناك من هو اكثر جاذبية بدل السندات الخزانة المصرية اه المالية الاسبوعين اللي فاتهم لغوا ثلاث مناقصات للسندات لانه ما فيش حاجة محد برا حييجي اشتريها فالخزانة لغت ثلاثة محافظ البنك المركزي في مصر خلال الست الشر اللي فاتوا دولت خفت سعر الفيدة فلما محافظ البنك المركزي خفت سعر الفيدة ادى مؤشر للناس ان انا كل شوية هخفت سعر الفيدة اي فانت уما بتخفت سعر الفيدة مباشرة انا بالنسبة لي كمستثمر الاولى ليا ان انا اطلع عشان استفيد بسعر الفايدة اللي في بلد تانية أعلى وده اللي احنا وكسير جدا من أساتذتنا تفضلوا بالنقطة دية قالوا أنه لما يكون رؤوس الأموال السخنة اللي هم تسميها الهطماني أن الفلوس هتخش لك لأن سعر الفايدة عندك غالي 20% عظيم جدا طيب لما البنك المركزة هيبدأ يقلل سعر الفايدة الناس هتبدأ تطلع من السوق من عندك محافظة بنك المركزة قال أنا دخلي 34 مليار دولار رؤوس أموال جات من بره لأن سعر الفايدة غالي بس هم 30% اللي دخلوا لك مش هتطلع 34% هيطلعهم 34% زيادة 20% اللي هو الخمس فلو أنت قلت 30% 20% من 30% يعني 6 مليار يعني 38% هتطلعهم من مصر 45% 46% مليار دولار يوم محافظة بنك المركزة ووزير المالية قلت لك تعال الحقني أنا طلع من عندي وده أرقام فعلية محافظة بنك المركزة أعلنها أن خلال التلق شروري فاتم طلع 8 مليار دولار فلما يطلع من عندي 8 مليار دولار لأن الأجانب بدأوا يسحبوا فلسهم من جور حيقوم محافظة بنك المركزة قدامه حلين 2 فقط لا ثالثة لهم الحل الأولاني يقول لك إحنا الناس طلعت 8 من البلد خلينا نجيب قدهم من بره فيروح ياخد قرضي تاني فيقوم المديونية الخارجية بتاعة مصر تزيد الآن المديونية فعلياً وصلت لـ 92 مليار دولار ده الحل الأولاني 92 مليار دولار اللي هو الخارجي يا دكتور مش كده؟ الخارجي الخارجي بالزرع بس بيقول كأن حد كتب مقال قبل كده إن ده مستثنى منه أو يعني مش داخل فيه مش عارف إيه كم حاجة تانيين يعني أذكرهم في مقال أحد الكتاب وأنا كنت نفسي سرحاتك يعني هي الديون دي هي كلها اللي عينا بره ولا فيه ديون تاني هنعرفش أنا حاجة لا هو إحنا الآن إحنا ماشيين باللي بيعلن لنا يا أستاذ محمد إحنا بس شافين اللي بيغصر كان عمالي دي حسين افتكرت عمالي دي حسين ككاتب مقال عن حجم الديون وإنها بقت متوحشة وإنها بقت كذا وإن الديون المعلنة دي هو الرقم أقل من كده للأمانة يعني دي مستثنى مش داخل فيها كان باندي تانيين كده فأنا فما فهمتش إزاي ما يخش فيها في الديون دي يعني إحنا دهوقتي بنتكلم على الدين الخارجي إحنا ما تكلمناش المفروض الدين الخارجي ده الدين اللي على الحكومة المصرية على الدين اللي على التفاع اللي على الحكومة هل يعتبر بقى يعني في الحكومة في الفترة اللي فاتت دي كان خلت البنك الاهلي يستلف ياخد قرد من بره وخلت بنك مصر تقريبا أو بنك تاني ياخد قرد من بره هل ده بيدخل ضمن الـ 92 مليار بيدخل ضمن الحساب بيدخل ضمن المديونية اللي علينا في الخارج ده مرتبط بترتيب مصري في اللي طيب يعني وصلنا إن الديون دلوقتي 92 مليار فتفضل كم 92 مليار فمحافظة البنك المركز لما حلق تضفق الأموال للخارج اللي احنا بنسميه صافة تحويلات الرأسمالية أو اللي هو إن لما الفلوس تبدأ تطلع من بره من جوة البلد تطلع بره فمحافظة البنك المركز قدامه حلق لن اتنين لا سالسة لهم الحل الأولاني حيقول لك طيب يا سيدي خلينا نروح نجيب كمان دين تاني احنا طلع من عندنا تمانية خلينا نجيب اتناشر من بره علشان بس إن أنا يفضل الاحتياط بتاعي ساتيرني بحيث أي مستثمر أجنبي حبيب ياخد فلوسه وأنا حدده فلوس من الاحتياط اللي عنده وزود الاحتياط يوصله لستة واربعين مليار دولار ستة واربعين مليار دولار جايبهم من ديون كويس؟ طيب الحل التاني يجي يعمل ايه؟ يقول لك لا أنا دلوقت الديون هتبدأ تعدل مئة مليار أو مئة وعشرين مليار دولار وأنا مش هقدر أدفع اللقصات بتاعت السنوية طيب يقول لك بس عو من جنيه تاني عو من جنيه تاني؟ اه طبعا ما هو ده الحل ده مالوش حل تاني غير دية يعمل في ايه تاني بقى ايوة الدولار هو ايه اللي حاصل الان في مصر يا سيد محمد اللي حاصل في مصر هو بالضبط ضاغط على الاقتصاد ضاغط على الاستيراد بيقلله ضاغط لما بيجي مثلا يجي انت عايز دولار من البانك يقول لك مفيش دولار مجواش يقول لك كده يتحجي لك بأي حاجة تانية لازم يكون لك حساب عندي لازم كنت بتستورد وبتصدر عندي فلما انا اروح اطلو دولار وما السعر بقى لا لا السوط قطع يا دفتم الصفة السوط قطع السوط قطع لما انا يكون يا فندم ايه لما انا يكون ايه لما انا يكون رايح اخل فلوس من البانك عشان عايز استورد بضاعة ايوة فالبانك المركزي او حيقول للبنوك بتاعته ما اتبعوش الدولار بسبعتاشر وستين ارش او بسبعتاشر جنيه وسبعين ارش بعد كده لازم ترفعه بطمنتاشر او طمنتاشر نص وحيبدأ يخفز مرة اخرى يخفز لاعلى يخل الدولار يطلع مرة اخرى لفوق فيبدأ الدولار مرة تانية يرتفع اي فالحضرتك ليه لان البانك المركزي لن يستمر طويلا ده كلام واضح جدا طب كان فيه حد برضو خبير اسمه خالد رفعت كان توقع لسبوع ده ان الدولار هيصل في شهر ستة الجاي الى عشرين جنيه وعمل حسابية كده وكتب بوست كده هو الحقيقة الان فيه تصراحات طلعة من الحكومة بتقول هذا الكلام بتقول منها زي ما حضرتك تفضلت من شوية ان وزير المالية قال ان احنا مش هنقدر ندفع كل احنا الان بقينا نطلب ان احنا بنسد اللي علينا الاول اي لو الحكومة الحكومة معتمدة على مصادرها الاساسية يعني انا بقول لك احنا فعلا فيه اشياء بتحصل في مصر لا بايدي ولا بايديك ولا بايدي اي حد فيه امور ربانية في البلد بتحصل اتقوم تقول لي زي يا مصطفى الكلام اللي انت بتقوله ده الناس السياح بتاع شركة توماس كوك اللي راحت عندنا جنين طلعين من بريطانيا راحوا مصر اتنين سياح الاتنين السياح ماتوا في الفندق الزوج وزوج والاتنين ماتوا بينهم ثمان ساعات فالحكومة في مصر قالت دموت طبيعي المهم الشركة الانجليزية بعتت قالت تبعتولي اي بريطانيا عايز يرجع لبريطانيا احنا هنرجعهم وتقريبا كان الفوق 300 ميت واحد طلب نوالغي الحاجز في مصر ورجعوا على بريطانيا اتضح ان بعد كده وانا بكلمك على ارقى اماكن في مصر في الغرداء اتضح ان فيه بكتيريا طالعا من التكييف هي التي ادت الى اصابة الاتنين دولات وماتهم بشيء زي ده ليه انا بقول لك كده لان انت بتحارب نفسك لان انا دلوقتي العامل اللي في الفندق شفت خالح نخسرنا الخسارة دي من عامل نظافة في الفندق يعني عامل نظافة في الفندق لو بياخد مبلغ كويس وعايش كويس او عامل الصيانة بتاع الفندق لو بيعمل صيانة للتكييف كويسة وبنغير الفلتر بتاع التكييف ما كانش جات لك البكتيريا دي لو عندك اشتراطات صحية موجودة لو عندك واحد مراعي الامور الصحية للناس كنا نقدر تستثمر ليه انا جبت القصة العرضية دي لانه جزء كبير جدا من ارادات الحكومة قاعد وراكن على ومستني السياحة متينة طيب انت دلوقتي السياحة تعافنة من ازمة ضرب بالطائرة الروسية جات لك ازمة الايكولاي البكتيريا الايكولاي اللي عندنا في الفنادق في مصر وشركات كتيرة بقى الان الامر بسيط جدا لما انت تفاجأ الصحف البريطانية تنقل عنها الصحف الأمريكية نبدأ ننقل وده اللي احنا عاملين نقوله يا حضرات الاقتصاد لا يضعر بهذه الطريقة الاقتصاد يضعر اننا لازم يعني انا لا اريد اننا يعني اسيق لبلدي في الاول الاخر يعني اي انسان بلد وعزيز عليه طبعا وتزعل على ان اهلك بيمر بظروف صعبة طبيعة الحال لكن انا بقولك الحل والحلول معروضة وتفاجأ ان الامور سهلة انها تكشف لكن مفيش حد عايز يتحرك عشان ينقذ البلد فانت اوتوماتيك اللي اللي هيصل معاك تصوري انت بتقولي في شهر ستة الجاي شهر ستة الجاي ممكن يحدث ارتفاع للدولار شريطة حط جنبها شرط واحد هذا الشرط هو ان الحكومة لا تقترض قروض جديدة لكن اذا الحكومة اقترضت قروض جديدة علشان تدعم الدولار فمن الممكن للدولار ان يستقر على ما هو عليه يبقى معنى اخر انا موقف الدولار على رجليه او موقف الجنيه على رجليه بالقروض لكن لو الحكومة موقفت قروض او حصل اي جانحة او حصل ان عائدات السياحة قلت او حصل ان عوائد قناة السويس قلت او تحولات المصريين قلت وديك شايف اولادنا اللي في السعودية الان كل عقود العمل بتونها في السعودية وده حيمثل عبق اكبر على الاقتصاد المصري لان احنا كان عندنا لا يقل عن اربعة مليون مصري موجود في السعودية تمام تمام فتحكي بتتكلم عن اقل كل سنة اربعتاشر مليار دولار يعني انت تتوقع يا دكتور مصطفى ان الدولار فعلا يصل في شهر ستة الجاي انت بتقول هيتعوم هل تتوقع ان هو يصل الى عشرين جنيه زي ما قال خالد رفعت لا انا لا اتوقع ذلك الحقيقة انا بامانة شديدة جدا كل ما اتوقعه ان لو الحكومة لم تقترض اي كروض جديدة لكن انا قلت لحضرتك ربما قبل كده ان السندوق متفق مع الحكومة ان الكروض الخارجية توصل لمية واثنين مليار دولار فاحنا الان لسه اتنين وتسعين هو ده عشر مليار دولار حياخدهم كمان قروض ده بالبقم على شريحة السندوق يبقى هو لما يوصل قروضه للمية واثنين مليار دولار اذا العشر مليار دولار دولات نوعا ما هيغطوا جزء من الطلب على الدولار لكن هلا هيغطوا فجوة الطلب على الدولار وصلت يا دكتور وصلت الدكتور مصطفى وصلت يا دكتور الدكتور مصطفى الشهين وستاذ الاقتصاد ببروكلين بشكرك جدا يا فندم ان شاء الله يبقى معنا لقاء اوسع مع حضرتك في حلقة قادمة بشكرك يا فندم جدا ده الوضع انا بس فيه نقطتين الحلقة خلصت فيه نقطتين عايزة اقولهم سريعا اه لحضرتك او دكتور مصطفى فكرني بحاجة يا ترى اخبار السيحة الروسية اي رجعت ما بيكلموش عليها صح مش كانوا بيقولوا بقى راجعين وزين النقل الروسي قال ده احنا راجعين اه بوتن قال ده احنا قلنا ما فيش خبر خالص عنه ده السيحة الروسية خالص طيب الحاجة التانية اللي بس عايزة اتكلم عليها من الحلقة دي احنا جبنا في الحلقة مقال الجارديان بتصف السيسي بقى انه مستبد انا شخصيا كمحمد ناصر قبل ما مشي بسأل نفس السؤال هو ايه اللي فكر الجارديان بان السيسي مستبد هتقولي الابضع على علاء وجمال ياه والابضع على علاء وجمال يخلي الجارديان تلصل في السيسي بقى انه مستبد ممكن لكن انا بس عندي حاجة عايزة اقولها لحضرتك اوه هتستبعد عن الصحف دي او الناس دي انهم لقوا السيسي زبون يعني ايه يعني ببساطة لما يسمعوا الناس دي ان السيسي بيدفع في الناس كتير جدا عشان يجمل صورته في العالم فتبتدي بقى على طريقة عادل حمودة وجريدة صوت الامة لما عادل حمودة بدع اللعبة دي لما كان يعوز يشتري اعلانات من صويرس مثلا او من فلان او من علان يعمل عادل حمودة حتة شوية تحقيقات صحفية وراء بعض عن نجيب صويرس فيجي نجيب مثلا يعني يجي دافئ اعلانات عندي مين عادل حمودة فالجورنال يوقف على رجله انا حاسس ان اللعبة ممكن تبقى كده برة السيسي بيدفع فلوس لجرائد ومجلات وضوائر اعلامية برة فالجورنال كل جورنال عايز يخش في اللعبة نخش ازاي يسفقوا مقال ابن لازينة السيسي يدفع تلاقي الجورنال نفسها هتقول لي عندك دليل اعداء هقولك في جريدة اسمها الانجليزية الترجمة تاعتها يعني المستقلة مستقلة هاش دعب الحكومات هاش دعب حاجة السعودين اشتروها وبقى بيتفع فيها فلوس وتقدر تقول دلوقتي ان الجريدة دي بقى تحت رجلين السعودين او تحت رجلين تحديدا يعني محمد بن سلمان وشغلوا فيها كل الناس اللي تابع محمد بن سلمان اللي بيكراره تركيا اللي بيكراره قطر اللي بيكراره الاخوان يلا بقى معلم فبقى تيسو رائج دلوقتي في الاعلام للقصة دي انا ليه بقولك كنتين دول لاني اتوقع بعد يوم او اتنين تلاقي الجردية النشرة وان السيس العظيم قد انجز انجازات فتيجي واحد يقولك تم انتم مش لسه جايبين الجارديان شاتما السيسي انا بضرب مثل هو دي شغلتي انه يبقى عنده خيال ايه اللي يفكر الجارديان بان السيسي مستبد ايه اللي يفكر اي جورنان دلوقتي يشتم في السيسي ربما يكون صحي ممكن ربما يكون جمال ومورا عندهم علاقات في بريطانيا ممكن لكن كمان حط جنب ممكن دي ربما يكون الجورنان بيخبط على فلوسي السيسي يقوله هلو انا موجود اتفعلي ازبطك على كل حل حل اخير ستحدى كده الى ان اراكم غدا هنقول كلمة الاسيال احمد عارف واتمه الثورة لله ازبعوا على خير ازبعوا على وطن جايلك بمثيدي عشان تقومي يا اللي انت اسمك بالوريدي وبنقومي بحلم افتح الالي للكرح وعدا والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان اصله طالع في مصر النهر اشتركوا في القناة